نروح بقى لخبرنا الأخير مع حضراتكم إن شاء الله بداية من بكرة هيكون في صرف لمعاشات شهر مارس لأكتر من 8 مليون و300 ألف مصري ليهم الحق في صرف المعاشات المعاشات دي بتصل قيمتها لـ 15 مليار و 200 مليون جنيه مصري وزيرة التضامن الاجتماعي دكتور نيفين القباج أعلنت أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرف عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف في كافة المنافذ والعمل على تسهيل أي عقبات ممكن تواجه أي مواطن من أصحاب المعاشات دي خطوة مهمة جدا إن احنا بنسهل على أصحاب المعاشات وكبار السن ما نعودش نتعبهم فترة طويلة أوي كانوا بيتعبوا من أنهم مثلا في منفذ واحد في منطقة معينة فبيبقى المشوار طويل أو أنه بيبقى فيه تأخير في تسليم المعاشات فإنه يكون فيه غرفة عمليات علشان تسهل أي عقبات بتقابل أصحاب المعاشات أعتقد دي أهم خطوة لو كمان فكرة الفيزة الإلكترونية دلوقتي أصبح الناس كمان بتصرف المعاش بشكل فوري بشكل مباشر حتى بدون ما يتم خصم لا إذا طبعا لجعتوا لبنوك أخرى يعني مع هذا الصرفات الألية اللي تبع لهيئة التأمينات والمعاشات دي بتسهل كتير جدا النهاردة الدولة بتقول المواطنين المصريين احنا ملتزمين كل شهر وحضراتكم بخير ويا رب دايما مصر وكل حضراتكم يا رب أيامكم خير وسعادة بإذن الله